اشتركوا في القناة وتعالى أن يرسل إلينا في آخر الزمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسع الرحمة كذلك فيرسله لنا بالرحمة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال صلى الله عليه وسلم متحدثا عن نفسه إنما أنا رحمة مهدى اقتضت معاني هذه الرحمة من الله عز وجل عبر الرحمة صلى الله عليه وسلم أن يتوسع عندنا في ديننا الحنيف وفي شرعنا المبارك مجال الدخول إلى المقامات العلية ومجال الدخول بلوغ إلى الرتب السنية بأسباب متنوعة ومختلفة هذه الأسباب المتنوعة والمختلفة والمبتثة في الوجود كان سببها أن الله عز وجل أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فتحت به أبواب الرحمة فتحت به أبواب الرحمة فإن الله عز وجل ينيل كثيرا من المسلمين عبر دين الإسلام كثيرا من المراتب العلية في الجنة وفي الدار الآخرة بأسباب ربما هم لا يتصورونها فعلى سبيل المثال جاذى في حديث الطبراني بسند صحيح عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه قال خرج علينا رجل من الرجال يحميل آلاته للعمل فلما نظرنا إليه قلنا يا رسول الله ما أجلد هذا الرجل وما أقواه لو كان في سبيل الله يعني أن هذا الرجل يتسم بالقوة وبالجلادة لو كان يصرف هذه القوة وهذه الجلادة في سبيل الله كان أفضل هو الآن يصرف القوة والجلادة في إتقان عمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج على والدين كبيرين يعولهما فهو في سبيل الله وإن كان خرج على صبية صغار ينفق عليهما فهو في سبيل الله وإن كان خرج على نفسه يكفها ويعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان فانظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى جعل الإنسان الذي يذهب إلى مجال عمله خارجا في سبيل الله يكتب له من الأجر ومن الثواب ما يكتب للمجاهد في سبيل الله عز وجل شريطة أن يتزن هذا المسلم ويتصف بما طلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم في عمله بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب المؤمن المحترف المؤمن الذي عنده حرفة وصناعة وله دراسة جيدة تخصص فيها بل وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أثرا من الآثار تشققا في يد بعض أصحابه فسأل عن هذا الأثر فقال يا رسول الله هو من العمل أي من شدة العمل فأخذ رسول الله تلك اليد وقبلها وقال يد يحبها الله بل في ديننا ما هو أعظم من ذلك يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة وفي رواية يقول التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء فسبحان الله مرتبة الشهادة عظيمة ذكرتها الآيات وذكرتها الأحاديث الكثيرة الصحيحة والحسان وغيرها يحصل عليها الإنسان إذا كان تاجرا في تجارته يعمل ويطلب زيادة المال نعم يحصل عليها الإنسان إذا التزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارته ومنهج النبي راجع إلى أمر وهو أمر الصدق وأمر الأمانة عند المسلم فإذا كان المسلم صادقا في تجارته أمينا في تجارته ضميره يقض لا يغشه ولا يخدع ولا يتحيل ولا يسرق بل يتعامل بصدق تبرز عليه أنوار المعاملة من آثار وازع ديني في قلبه لا لأنه يطلب مجرد الراتب أو يطلب مجرد الأجرى وهي لا تعارض الصدق بل هو إنما يعمل لأن دينه يأمره بالعمل ويعمل ويتقن العمل لأن الوازع الديني عنده يطلب منه الإتقان في العمل وهو يعرف أن الله عز وجل يحب من المسلم إذا عمل عملا أن يتقنه فلا يضيع أوقاته إلا في تطوئه فلا يهدر أوقاته في رؤية المباريات أو قراءة الأشياء الفارغات بل هو دائم البحث مستفيدا من أرباب التخصصات في مجالاته لكي يستزيد ويفهم ويترقى لأن دينه يأمره ويدفعه إلى أن يتقن في عمله وإلى أن يحسن في عمله ليس لأنه يتقاضى أجرة أو لأنه يطلب راتبا أكثر ولكن لأن دينه يأمره بذلك ووازعه الدين يدفعه إلى ذلك فمثل هذه النوعية المسلمة إذا حصلت وانتشرت في معاملاتنا وفي أعمالنا سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين سيكون لها الأثر الكبير الواضح بسبب موافقتها وأخذها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحورها بمحور ثقافة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون لها دورا كبيرا في نشر الخير والهداية في المسلمين وفي غير المسلمين أسأل الله عز وجل أن يهبنا والمسلمين التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما ندع وأن يقوي إيماننا وأن يوسع مفاهيمنا وأن يجعل ثقافتنا ثقافة قرآنية محمدية بفضله إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله أن يسر لنا ذلك في خير ولطف وعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين